يسعد لقواتكم يا رب معكم شارسلان وبهذا الفيديو ان شاء الله راح يشرح الفرق بين الفعلين شينكن وفيشينكن شو الفرق بين هذول الفعلين وقيمة بيستخدم كل فعل اخذنا في الفيديوهات الماضي الفرق بين الفعل شينكن والكلمة شينكن كانت الكلمة معناتها اللي حمفاخد الخنزير وكان الفعل معناته اهدى او وهضى اليوم الفعلين هني كمان اهدى و وهضى اتنيناتهم يعني بنفس المعنى بس الفرق بيختلف بقواعد لغة الارمانية من حيث دايما متل ما تعودنا بحالة الاكوزاتيف او بحالة الداتيف او بيكت ناخد اول شي الفعل شينكن الفعل شينكن معناته هو اهدى او وهبا متل ما قلت وجزر الفعل هون اسمه يماندم اتفاس شينكن يماندم اتفاس شينكن ومثل ما ملاحظين عندي يماندم هون انا يعني هالشي هذا بيخليني يعني اعرف انه هالفعل هذا دايما بيجي بعده داتيف والشخص اللي منو هوبو الشغلي اذا هو بيوقع بحالة الداتيف والشغل اللي منو هوبو اياها بتوقع بحالة الاكوزاتيف ناخد مثال بقول مسلا ايش شنك دي مين بوخ يعني انا بهدي كتابي ايش شنكي مينم بودا مين آلتز هندي يعني انا بهدي اخوي موبايل لأديم او مسلا ايش هابي مسلا مينشفستر اينا بوبة geschenkt يعني انا هاديت اخت لعبي صغيري هاي الدومي اذا دايما الشغلي اللي منهديه بتوقع بحالة الاكوزاتيف والشغل اللي منهديه بيوقع بحالة الداتيف اذا هذا كان كشم يتعلق بالفعل شنكي هلانيللالفعل الثاني اللي هوي فشنكو هون الجزر العش 총ام يعودية بحالة الاية اتفاسم نستخدم الفعل لما انا ما بدي اسكرisso او لمن بدي اهدية وانما بس بقول انا شو الشش شل لبدي اهدية مثال ايش ماشتي مينيز حندي فشنكو ايش ماشتي مين زوفا فشنكو ايش ماشتي مينبوخ فشنكو يعني أنا بديه دي كتابي أنا بديه دي صوفايتي أنا بديه دي موبايلة تمام الموضوع هون مثل ما قلنا أنه ما بهم أنا مين الشخص اللي بديه دي وإنما بهم الشغل اللي بديه ديه ناخد مثال مثلا إشهابه مينن كل شغنك في شنكت يعني أنا هديت البرات طبعي بس لمن هديته أنا هون ما بديه سكر لمن هديته أو يعني بالأحرى ما مهم أنا عندي هون حدث لمن هديته وإنما بهم أنه خلص حدث الاهداء لهو أنه أنا هديت البرات طبعي مثلا إذا صار وبدأك تستخدم هون شخص أنه أنت بدأك تهدي الشغلي هيدا شخص تستخدم حرفة جر أن وبعده أكوزيتيف أبيكت ناخد مثال بتقول مثلا إش مشتة مينن تيش عن ديش فشنك يعني أنا بديهي دي طاولة بديه هديك ياها اله تمام إذن شوفنا هون استخدمنا حرف جر أم وبعده أجي أكوزيتيف أبيكت مع الفعل الشنك ما بستخدم ولا حرف جر بيأي في جائع من بعده داتيف. اما مع الفعل فشنكم يا اما ما بستخدم داتيف او ما بستخدم الشخص البديه دي. يا اما ازل صارو بدي استخدم انا شخص بهالجملة هاي بستخدم حلف الجرأم وبعدو اكوزاتيف اوبيكت. مثلا بتقول ايش هابه مينة يعني انا هديت كل كتم الاديمي مينة يعني كتم الاديمي انا هديتة بس لمين انا هون مهم الحدث اللي عندي لمين هديتة وانما خلاص انه هديتة تمام? اذا كان كل شيء بتحلق في فيديو اليوم. بتمنى انو استفدتم الشرح والامسلي وانو الشرح بالنسبة لعلكون كان كتير واضح وسهل. وبتمنى اللي ما بيشترك لحد الان بقناة على اليوتيوب بيشترك. وتابعونا على السوشيال ميديا حط لكم الروابط كلها بصندوق الوصف لهذا الفيديو. هناك كمان بنزل يوميا جمال ويعني غادة بين دونغن من الحياة اليومية او يعني برد دايما على اسألتكم هناك بستوريز او عن طريق الفيديوهات. لا تنسونا من دعاكم وشوفكم بخير ان شاء الله بدروس الجاي في امان الله.